هذه ليست غزة أو إحدى مناطق الحرب المشتعلة في أوكرانيا بل محافظة ذيقار وتحديدا في قضاء الإصلاح الذي شهد ليلة دامية خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة فجأة ومن دون سابق انذار اشتباكات عشائرية بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين آل الرميد وآل عمر أسفرت عن سقوط عدد من القتلى من بينهم مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذيقار عزيز شلال جهل عقب توجهه ضمن قوة أمنية بهدف السيطرة على النزاع العنيف الذي تسبب بحرق منازل سكنية أما عن الأسباب التي أشعلت فتيل هذا الاشتباك فتعود بحسب مصادر محلية إلى تنافس العشرتين على مناصب إدارية وحكومية داخل المحافظة هذا التنافس وقف عائقا أمام جميع محاولات التدخل لرأب صدع الخلافات بينهما على الضفة الأخرى توعدت السلطات الحكومية طرفي النزاع بالمحاسبة والمساءلة القانونية وشرعت بعملية تفتيش واسعة نجم عنها اعتقال بعض المتورطين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في العراق بيد أن الأوضاع في ذيقار التي شهدت أكثر من 180 نزاع عشائريا خلال العام الماضي ما زهلت خارج السيطرة إذ تؤكد مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أن السلطات الحكومية فشلت بشكل ذريع بطي ملف النزاعات بين العشائر التي تمتلك جميع أنواع السلاح لا سيما أن أفراد هذه العشائر هم قادة أجهزة أمنية وبعضهم لديه مناصب سياسية مهمة وبعيدا عن صخب الدعاية الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة ما زال سلاح الميليشيات المنفلت واستمرار تجارة وتهريب الأسلحة عبر الحدود تشكل أبرز عوامل التدهور الأمني في العراق وهو ما ينذر كما يرى مراقبون بتكرار مشاهد الحرب التي شهدها قضاء الإصلاح وبقاء صوت أزيز الرصاص الذي يطارد العراقيين كشبح جاثم لا يفارقهم ترجمة نانسي قنقر